موسيقى موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أعلنت وزارة الإدارة المحلية اغتيال مسلحين مجهولين مساء السبت مسؤولا في الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد أيام من محاولة اغتيال نائب رئيس جامعة عدن والقيادي في حزب الإصلاح الدكتور محمد عقلان وذكرت وزارة الإدارة المحلية اليوم الأحد أن عناصر مجهولة اغتالت مدير غرفة العمليات في الوزارة علي محمد ثابت في حي البساتين ودعت محافظة عدن لتوجيه الأجهزة الأمنية بالكشف السريع عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية للقبض عليهم وكشف ملابسات القضية لينال المعتدون جزاءهم الرادع وفقا للقانون شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشوال على أهمية تكثيف النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية وضرورة التزام كبار التجار المستوردين بإشهار أسعار الجملة والتجزئة وضبط المتلاعبين بأسعار قوت المواطن جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم بحضور وكيل الوزارة علي الشرف ومدراء عموم الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن حيث تطرق الاجتماع إلى أهمية التزام كبار المستوردين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بفتح فروع لها في محافظة عدن والمحافظات المحررة لتخفيف من أعباء النقل المتكررة والعمولة التي أثقلت كاهل المستهلك وزادت من معاناته أغلقت عشرات المحل التجارية أبوابها في سوق مدرية يافع بمحافظة لحج اليوم الأحد احتجاجا على انهيار العملة المحلية وأحرق المواطنون الإطارات في الشارع العام ومنعوا حركة مرور السيارات تنديدا بنهيار العملة المحلية ووصول صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى عتبة 1500 ريال دعا محافظ تعز نبيل شمسان أبناء المحافظة لدعم ومساندة أبطال الجيش وتعزيز الجهود الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار من خلال توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والفرقة والمناكفات مشيدا بصمود قوات الجيش في كافة الجبهات جاء ذلك خلال اجتماع للسلطة المحلية بتاعز برئاسة المحافظ شمسان لمناقشة الأوضاع والمسجدات العسكرية والأمنية وتطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتطرق اللقاء إلى الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المعيشية ومعالجة المسببات إلى التي تزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي وتدهور العملة سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد إثنتي عشرة حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في خمس محافظات محررة وقالت اللجنة الوطنية إن حالات الإصابة توزعت على أربع حالات في البيضاء وثلاث بعدا وحالتين في الضالع ومثلها في حضر موت وحالة واحدة بمأرب فيما سجلت حالة وفاة في مأرب وشبوة وسجلت خمس وثلاثون حالة شفاء منها إثنتان وعشرون حالة في حضر موت وسبع في مأرب وأربع حالات في البيضاء وحالتان في المهارة نهاية موجز دمتم وآدام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة